بلد المليون مخفي قسرياً وأكبر مستودع عالمي لمن غيبوا في سجون الميليشيات والقوات الحكومية هكذا يوصف العراق في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي تناولت قضية الإخفاء القسري وحذرت من تفاقمها منذ سنوات دون الوصول إلى حل لإنهاء هذه المأساة وإطلاق سراح من بقوا على قيد الحياة من المغيبين لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري في زيارتها للعراق وقفت على شهادات وأدلة خطيرة حول ملف الإخفاء القسري تتمثل باستمرار عمليات الخطف والإخفاء والعمليات الانتقامية ضد أهل المعتقلين منذ عدة سنوات وكذلك تعرض اللجان العاملة في عمليات البحث والتحقيق لتهديدات ومضايقات وكل ذلك يجري بشكل علني غير خاف على الجهات الرسمية وأكدت اللجنة الأممية صراحة أن من قاموا ويقومون بعمليات الإخفاء القسري هم وكلاء الدولة من المنتسبين للأجهزة الأمنية والعسكرية وكذلك الميليشيات ومن يرتبطون بها بشكل رسمي أو غير رسمي ما توصلت إليه اللجنة الأممية يعتبر جزءا يسيرا من الحقيقة إذ إن المعلومات والبيانات المتوفرة لا تسمح بقياس حجم هذه الجريمة وهذا ما أكدته اللجنة مبينة أنها واجهت معوقات أمنية في عمليات التحقيق عزية سبب ذلك إلى محاولة الحكومة التكتم على الحقائق وعدم إثارة هذا الملف الخطير وبحسب حقوقيين وباحثين في المجال الإنساني فإن ملف المختطفين والمخفيين قسرا في العراق ليس مجرد ملف حقوقي وقضائي وأمني بل هو سياسي بالدرجة الأولى وله أبعاد طائفية تخدم مشروع تغيير ديمغرافي ممنهج يتم العمل عليه منذ سنوات تحت أنظار العالم وبرعاية قوى دولية